اشتركوا في القناة اخواني العزاء لقد تم تلقي بعض من المقترحات من الاخوة المتابعين بتقديم فقرة تحليل فني يومية للمؤشر العام للسوق السعودي تاسي ولمجموعة من الاسهم نكاية بفقرة التحليل الفني اليومية الذي اقوم بتقديمها عن اهم المؤشرات العالمية وعن اهم السلع العالمية كالنفط والذهب والفضة وايضا عن ازواج العملات فاذا كنتم ترغبون بتقديم فقرة تحليل فني يومية لمؤشر التداول للسوق السعودي العام فاتمنى منكم التصويت من خلال المقترح على قناتي الخاصة بالسوق السعودي في التليجرام والذي سوف اضع لكم رابط الانضمام الى القناة والتصويت في صندوق الوصف اذا اخواني العزاء نبتدأ في فقرة التحليل الفني ونبتدأ بمؤشر تاسي للسوق السعودي نلاحظ اخواني العزاء اننا تحدثنا في الاسبوع السابق وفي التحليل السابق ان منطقة الـ 8150 تعبر عن منطقة دعم قوية جدا ويقترب منها المتوسط المتحرك ولاحظنا بمجرد وصول السعر بالقرب من هذا الدعم بدأ السعر مجددا بالارتفاع مقتربا من منطقة 8400 مجددا والذي تعبر عن منطقة مقاومة قوية جدا ولاحظنا خلال الاسبوع السابق بعض من التصحيحات للمؤشر العام وبدأ السعر بالمحاولة باستئناف الصعود اذا من الممكن ان نشاهد بعض التصحيح للمؤشر العام وطوال ما ان الاسعار ثابتة اعلى مستويات 8150 فكل الهبوط الذي سوف يحصل بالمؤشر العام لا يزال يعتبر تصحيح وايضا تداولات المؤشر العام الذي تكون اعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم تمد المؤشر بالدافع الايجابي الذي من شأنه ان يحاول العودة لمستويات 8400 وايضا لمحاولة اختراق 8400 وفي حال تمكنت الاسعار من اختراق 8400 والثبات علىها قد نشاهد المؤشر العام يستمد الايجابية وقد يبدأ في استهداف مستويات 8600 و 8800 خلال الاسبوع الحالي اذا اخواني العزاء شرط حقق السيناريو الصاعد للمؤشر العام للسوق السعودي تاسي هو ثبات الاسعار اعلى مستوى 8150 والمتوسط المتحرك لمدة 55 يوم اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل سهم شركة ارامكو ونلاحظ اخواني العزاء ان سهم شركة ارامكو دخل في موجة تصحيحية هابطة خلال التداولات للاسبوع السابق جراء الهبوط الذي تعرض له اسعار النفط الخام في السوق العالمي ولاحظنا الضعف الذي تعرضت له النفط الخام والهبوط بسبب بعض المشاكل الاقتصادية لقطاع النفط ولاحظنا السهم متأثرا بهبوط النفط الخام هبط بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية الماثلة عند مستوى 35.60 ولكن فنيا لا يزال سهم شركة ارامكو يتداول في ظل قناة رئيسية صاعدة يتداول في سيناريو ايجابي نلاحظ الايجابية من مؤشر الفوليوم وايضا مؤشر التذبذب لستوكستيك قد بدأ بمحاولة خلق تقاطعات ايجابية في مناطق تشبعات في البيع فمن الممكن اذا ثبتت الاسعار اعلى مستوى 35.60 وبدأت بالارتداد ادن ان نشاهد عودة مرتقبة لسهم شركة ارامكو تستهدف من خلالها مستويات 36.25 وايضا مستويات 37 خلال التداولات الاسبوعية اذا اخواني العزاء شرط حقق السيناريو الصاعد لسهم شركة ارامكو هو ثبات الاسعار اعلى مستويات 35 اذا مستوى 35 هو نقطة البايفيت ونقطة المحور لسهم شركة ارامكو ثبات الاسعار اعلى قد يمد السهم بنوع من الايجابية وبنوع من استعادة الاسعار الى مستويات 37 و36.25 خلال التداولات الاسبوعية اما في حال ان الاسعار تمكنت من التداول دون مستويات 35 فهنا سوف يكون السيناريو يتحول الى السيناريو الهابط ويلغى السيناريو الصاعد وسوف يدخل السهم في نوع من السلبية ويبدأ بمحاولة خلق ميل سلبي هابط وقنافرعية هابطة خلال التداولات القادمة اذا مفتاح التداول مستوى 35 نركز على هذا المفتاح ونتابع تداولات الاسعار حوله وننتقل اخواني العزاء الى تحليل اخر وهو تحليل سهم سيرة لاحظنا اخواني العزاء ان سهم سيرة بدأ بالتداول بشكل عرضي خلال الاسبوع السابق بالقرب من مستوى 19 ريال والواضح امامكم بالخط الاسود ولكن فنيا لا يزال سهم سيرة يتداول في قناة رئيسية صاعدة يتداول اعلى خط الاتجاه الصاعد وايضا اعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم اذا كل الهبوط الذي حصل في السهم لا يزال يعتبر طور التصحيح بشرط ثباته اعلى مستويات الثمنطعش اي بمفهوم اخر ان الهبوط الذي حصل في سهم سيرة او ما قد سوف يحصل فيه نوع من الهبوط قد يصل الى مستويات الثمنطعش فطوال ما الاسعار ثابتة وتتداول اعلى مستوى الثمنطعش قد نشاهد ارتداد من هذه المستويات بالقرب من مستوى الثمنطعش الى الاعلى واستهداف مستويات العشرين وايضا استهداف مستويات الواحد وعشرين خلال التداولات المتوسطة اذا اخواني العزاء نحن نرجح السيناريو الصاعد فنيا وتحقيق اهداف العشرين والواحد وعشرين خلال التداولات الاسبوعية وشرط تحقق السيناريو الصاعد هو ثبات الاسعار اعلى مستوى الثمنطعش ريال اذا اخواني العزاء هذا هو التحليل الفني الاسبوعي لسهم شركة سيرة فننتقل إخواني الأعزاء إلى سهم آخر وهو سهم مصرف الراجحي ونلاحظ أخواني الأعزاء أن سهم مصرف الراجحي في خلال التداولات السابقة حاول كسر المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم والذي كان يعبر عن منطقة دعم متحركة وأيضا منطقة دعم القناة الرئيسية الصاعدة وحاليا بدأ بالهبوط ومحاولة الكسر وعاودت الأسعار مجددا للعودة لعادة اختبار المتوسط المتحرك إذن أخواني الأعزاء لدينا مستوى 66.21 هو مفتاح الاتجاه ونقطة العودة لسهم مصرف الراجحي في حال تمكنت الأسعار من التداول أدنى مستويات 66.21 وفشلت في الصعود أعلىها من الممكن أن نشاهد البدء في تغيير الاتجاه لسهم مصرف الراجحي وأن نشاهد هبوط في هذا السهم وتكوين ميل هابط قد يصل إلى مستويات 63.52 خلال التداولات الأسبوعية أما في حال أن الأسعار تمكنت من العودة أعلى مستويات 66.21 واستقرت أعلى هذا المستوى الهام قد نشاهد عودة مرتقبة للأسعار وعودة إلى القناة الرئيسية الصاعدة واستهداف مستويات 67.40 هللة وأيضا مستويات 68.70 ريال هللة إذن أخواني الأعزاء نلاحظ أن هناك بعض من البوادر الذي قد نشاهد من خلالها تصحيحات لسهم الراجحي وهو محاولة تقاطع خطي الكيم عدي في مؤشر تذبذب الستوكستيك بالقرب من مناطق بالتشبعات البيعية إذن من الممكن أن يواجه السعر عقبة وهي مستوى العشرين كمنطقة مقاومة في حال تمكنت الأسعار من اختراقها قد نشاهد عودة مرتقبة إلى القناة الرئيسية الصاعدة أما ثبات الأسعار وارتدادها من مستوى العشرين إلى أسفل قد نشاهد استئناف للاتجاه الهابط وتحقيق الأهداف المذكورة الهابطة سلفا إذن أخواني العزاء ننتقل إلى سهم آخر وهو سهم شركة جبل عمر ونلاحظ أخواني العزاء أن السهم لا يزال يسير في ظل قناة رئيسية صاعدة يتداول حاليا ببعض التداولات الهابطة الذي تعبر عن تصحيحات وكل الهبوط الذي سوف يحصل فيه هذا السهم لا يزال يعتبر تصحيح بشرط ثبات الأسعار أعلى مستويات الثلاثة وثلاثون ريال فاصلة خمسة وسبعون هللة إذن أخواني العزاء هذا السهم وصل بالقرب من مناطق مقاومة قوية جدا وبدأ بالتصحيح والهبوط من هذه المستويات قد نشاهد هبوط أكثر لمستوى الأسعار يصل إلى مستويات بالقرب من مستويات ثلاثة وثلاثون فاصلة خمسة وسبعون وفي حال بدأت الأسعار بالارتداد قد نشاهد عودة للأسعار إلى مستويات ثمانية وثلاثون ومستويات الأربحون خلال التداولات متوسطة الأمد أما الأسعار في حال أنها هبطت وتمكنت من التداول دون مستويات ثلاثة وثلاثون فاصلة خمسة وسبعون والثبات أسفل هذه المستويات قد نشاهد عودة للأسعار إلى مستويات الثلاثون فاصلة سبعون هللة إذن السيناريو الهابط هو مستبعد ونحن فنيا نرجح السيناريو الصاعد ولكن قد يشوب السهم بعض من التصحيحات وبعض من الهبوط الذي قد يصل بالقرب من مستويات ثلاثة وثلاثون فاصلة خمسة وسبعون قبل أن يحدد مسار واضح وصريخ خلال التداولات القادمة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى سهم آخر وهو سهم سابك نلاحظ أخواني العزاء أن السهم لا يزال يتداول في ظل القناة العرضية الذي تحدثنا عنها مرارا وتكرارا ونلاحظ خلال الأسبوع السابق أن الأسعار وصلت بالقرب من مناطق المقاومة الماثلة عند مستوى سعر واحد وتسعون ومن ثم بدأت باستئناف الهبوط مجددا وحاليا تلامس المتوسط المتحرك وتحاول الهبوط وكسر المتوسط والعودة إلى مستويات وإعادة اختبار الدعم الماثل سبعة وثمانون ريال إذن أخواني العزاء المتوقع لهذا السهم هو أن يستمر في العرضية الذي يستمر بها ما بين الدعم الماثل عند سبعة وثمانون ريال والمقاومة الماثلة عند مستوى الواحد وتسعون ريال بشكل عرضي متذبذب فيما بينهم حتى يتم اختراق أو كسر أحد هذين المستويين ومن ثم سوف يحدد السهم اتجاه واضح وصريح خلال التداولات القادمة إذن إخواني العزاء ننتقل إلى سهم آخر وهو سهم مصرف الإنماء ونلاحظ إخواني العزاء أن السهم خلال التداولات في الأسبوع السابق تمكن من الهبوط وإغلاق الفجوة السعرية التي حصلت في التداولات السابقة في الرابع عشر من سبتمبر وأيضا في الواحد والعشرين من سبتمبر نجح السعر بإغلاق الفجوات السعرية وحاليا الأسعار تتداول بالقرب من مستوى 16.30 ريال هللة ويعبر هذا المستوى عن مستوى محوري ومنطقة قوية جدا ومفتاح للاتجاه في حال تمكنت الأسعار من الثبات أعلى مستويات 16.30 ريال هللة والتداول أعلاها من الممكن أن نشاهد عودة مرتقبة لسهم مصرف الإنماء واستهداف مستويات 16.70 ريال هللة وقد تصل أيضا إلى مستويات 17 ريال خلال التداولات الأسبوعية أما التداولات أسفل مستويات 16.30 ريال هللة والثبات دون هذه المستويات قد نشاهد على إثرها تداولات سلبية تصل بالسهم إلى مستويات 15.75 ريال هللة خلال التداولات الأسبوعية إذن أخواني العزاء نراقب مفتاح التداول وهو 16.30 ريال هللة يعتبر هبوط تصحيحي ولا يزال يعتبر أن الأسعار في طور موجة تصحيحية هابطة ولكن نلاحظ أن الأسعار تحاول الثبات أعلى مستويات 18.80 ريال هللة وأيضا مستويات 20.60 إذن أخواني العزاء في حال تمكنت الأسعار من الثبات أعلى 18.80 قد نشاهد الأهداف الصاعدة التي تم ذكرها سلفا أما في حال أن الأسعار هبطت وانهارت وفشلت في الثبات أعلى مستويات 18.80 قد نشاهد عودة واستئناف للموجة تصحيحية هابطة قد تصل بالقرب من مستويات 18 ولن نستطيع تغيير السيناريو الصاعد للسهم حتى يتم كسر مستويات 18 والتداول أدنى مستويات 18 إذن طوالما الأسعار ثابتة أعلى 18 لازلنا مع السيناريو الصاعد ونتوقع الإيجابية من سهم بنك الرياض إذن أخواني العزاء ننتقل إلى سهم آخر سهم الاتصالات ونلاحظ أنه لا يزال يتداول بنفس السيناريو شاهدنا الصعود واختراق مستويات قوية جدا بعد أن كان يسير في ظل قناة عرضية ومن ثم أخواني العزاء بدأ بالصعود وتحقيق أهداف وصلت إلى مستويات 106 وبدأ السعر بالهبوط وتمكن خلال الأسبوع السابق من الارتداد من الدعم الذي حددناه عند مستويات 99.80 وصعد السعر ولكن سرعان ما بدأ بالهبوط وحاليا يتجه السهم في حال تمكن من الثبات أعلى مستوى 99.80 ريال هل لا الثبات أعلى هذا الدعم يمد السعر بالدافع الإيجابي وقد نشاهد الأسعار تعاود الصعود مجددا إلى مستويات 101 ومستويات 104 خلال التداولات الأسبوعية أما في حال كسر مستويات 99.80 قد نشاهد عودة للأسعار إلى القناة العرضية ونشاهد عودة للأسعار خلال التداولات للأسبوع الحالي إلى مستويات 97 ريال إذن مفتاح التداول لهذا السهم هو مستوى 99 ريال فاصلة 80 هللة مستوى مهم جدا نتابع هذا المستوى والتداولات حول هذا المستوى من أجل تحديد اتجاه واضح وصريح إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى سهم مجموعة سامبا ونلاحظ أخواني الأعزاء أن السهم كان يسير أعلى خط الاتجاه الصاعد في قناة رئيسية صاعدة ولكن سرعان ما بدأ بمحاولة كسر هذا الخط وتغيير المسار في السابع من سبتمبر وبدأت الأسعار بالفعل الهبوط وإعادة التصحيح وهبطت مرة أخرى وحاليا تتداول بالقرب من مستويات السبعة وعشرين ونلاحظ أخواني الأعزاء أن الأسعار بدأت بتكوين ميل فرعي هابط بدأت بتكوين تداولات أسفل خط الاتجاه الهابط الواضح أمامكم باللون الزهري إذن أخواني الأعزاء نحن نتوقع من خلال التحليل الفني أن هناك عدة مؤشرات فنية تدل على سلبية السهم أهمها التداولات أسفل المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وأيضا التداولات أسفل خط الاتجاه الفرعي الهابط وكسر القناة الرئيسية الصاعدة وأيضا أخواني الأعزاء نلاحظ أن الأسعار بدأت بتكوين قمة عالية ومن ثم تمكنت من تكوين قمة أسفل وأدنى من القمة السابقة وهذا السيناريو يدل على سيناريو سلبي وحاليا تحاول الأسعار من تكوين قمة أدنى من القمة السابقة وهذا يريح ويمد السيناريو السلبي بالدافع السلبي الذي قد يعزز الهبوط إلى مستويات 25.50 خلال التداولات الأسبوعية إذن أخواني الأعزاء لازلنا نتوقع السلبية لهذا السهم أما في حال أن الأسعار تمكنت من الصعود والثبات أعلى مستويات 27.50 والثبات أعلىها قد نستطيع القول أن الأسعار سوف تحاول الخروج من القناة الفرعية الهابطة وتكوين ميل صاعد والعودة إلى الميل الرئيسي الصاعد ولكن إلى الآن كل المؤشرات الفنية تعزز السيناريو الهابط وقد نشاهد هبوط إلى مستويات 25.50 إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى سهم آخر وهو سهم شركة المراعي ونلاحظ أخواني الأعزاء من خلال التداولات السابقة للأسبوع السابق لاحظنا أن الأسعار بدأت بالارتداد من الدعم والارتداد من المقاومة ولاحظنا أن الأسعار في هذا السابق تصير في ظل قناة فرعية في ظل قناة عرضية يتداول بشكل جانبي متذبذب ما بين الدعم الماثل عند مستوى 52.92 والمقاومة الماثلة عند مستوى 56.50 إذن نلاحظ وصول السعر إلى الدعم والارتداد منه بالمليمتر ونلاحظ أخواني الأعزاء أن الأسعار حاليا تحاول الاتجاه إلى المتوسط المتحرك وبالقرب من مستويات 56 وعودة للهبوط والتذبذوب إذن أخواني الأعزاء فنيا لن نستطيع تحديد اتجاه واضح وصريح لهذا السهم إلا في حال كسر أو اختراق أحد قطبي الاتجاه وهو الدعم الماثل عند 52.92 والمقاومة 56.50 وكسر أو اختراق أحدهما يمد السعر بالهبوط إلى 51.60 أو اختراق 56.50 يمد السعر بالدافع الإيجابي الذي قد تصل أهدافه إلى مستويات 58 إذن لا نزال نتوقع السيناريو العرضي حتى يتم كسر أو اختراق أحد قطبي الاتجاه إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى سهم آخر وهو سهم البحري ونلاحظ أخواني الأعزاء أن سهم البحري صعد وحقق أهداف مستويات 42 وحاليا بدأ بالهبوط والبدء بمحاولة التصحيح في ظل وصول الأسعار إلى مناطق تشبعات في الشراء بحسب مؤشر التذبذوب بستوكستيك الذي وصل بالقرب من مستويات 88 هناك إشارة من مؤشر الفوليوم تمد السعر بالصعود واستئناف اتجاه الصاعد قد نشاهد بعض من التصحيح بالقرب من مستويات 40.50 وقد تمتد أيضا إلى مستويات 39.50 ومن ثم استئناف للصعود لاستهداف مستويات 44.50 خلال التداولات الأسبوعية إذن يلغى السيناريو الصاعد لسهم البحري في حال تمكنت الأسعار من كسر مستويات 38.70 والتداول دون هذه المستويات الهمة إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى سهم آخر وهو سهم مصرف الجزيرة ونلاحظ أخواني الأعزاء أن السهم يتداول في ظل قناة رئيسية صاعدة يتداول أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم الأسعار في مؤشر التذبذوب بلستوكستيك لا زالت متجهة إلى الأعلى ولم تصل إلى مناطق في التشبعات الشرائية فكل هذه المؤشرات تدل على إيجابية السهم وتدل أن السهم بثباته أعلى مستوى 14.10 هللات تدعم الأسعار بالصعود إلى مستويات 14.50 هللة إذن أخواني الأعزاء هذه المناطق 14.50 تعتبر مناطق ارتدادية ومناطق المقاومات خطيرة جدا من الممكن أن يبدأ السعر بالتصحيح والهبوط بالقرب من هذه المستويات ونحن لا نزال نتوقع السيناريو الصاعد وفي حال بدء هذا السهم بالهبوط والتصحيح قد تصل التصحيحات بالقرب من مستويات 13.60 ومن ثم استئناف الصعود مجددا لاستهداف مستويات 14.50 خلال التداولات الأسبوعية وشرط تحقق هذا السيناريو هو ثبات الأسعار أعلى مستويات 13.20 هللة ثبات الأسعار أعلىها لا يزال يتمسك للسهم بالدافع الإيجابي أما في حال أن تداولة الأسعار أسفل هذا المستوى قد يدخل السهم بتغيير الاتجاه ويمد السيناريو السلبية وهذا السيناريو مستبعت فنيا ونرجح السيناريو الصاعد إذن أخواني العزاء ننتقل إلى سهم آخر وهو سهم شركة كيمانول ونلاحظ أخواني العزاء أن السهم يسير في ظل قناة رئيسية صاعدة ولاحظنا أنه بمجرد تحقيق الهدف الماثل عند مستوى 13.70 هللة بدأ السعر بالهبوط والبدء بموجة صحيحية هابطة قد تصل أيضا إلى مستويات 12.15 هللة وقد تصل أيضا إلى مستويات 12 ومن ثم يستأنف الصعود إلى مستويات 14.90 هللة خلال التداولات الأسبوعية وشرط تحقق السيناريو الصاعد هو ثبات الأسعار أعلى مستويات الهدعش الريال يعني أن الأسعار وتداولاتها أعلى الهدعش الريال لا يزال يمد السهم بالإيجابية والتوقع لاستهداف مستويات الـ 14.90 وأيضا مستويات الـ 15 أما في حال أن الأسعار تمكنت من كسر مستويات الـ 11 فيلغى السيناريو الصاعد ونتوقع أن السهم يغير الاتجاه إلى اتجاه سلبي ولكن هذا السيناريو السلبي يعتبر مستبعد حاليا من خلال التحليل الفني إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى سهم آخر وهو سهم نماء ونلاحظ أخواني الأعزاء أن السهم يسير في ظل قناة رئيسية صاعدة نشاهد الترند الصاعد أو الاتجاه الصاعد باللغة العربية وأيضا التداولات أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم الأسعار تتداول علىه ومتماسك الأسعار أعلى الدعم الماثل عند مستوى 30.30 والذي تحدثنا عنه في التحليل السابق ونلاحظ بمجرد ملامسة الأسعار لهذا المستوى بدأت بالصعود وتحقيق الهدف الماثل عند مستوى 33.70 والذي حددناه في التحليلات السابقة إذن أخواني الأعزاء قد نشاهد بعض من التصحيحات بالقرب من مستويات 30.30 ومن ثم استئناف الصعود وتحقيق الهدف الماثل عند مستوى 33.70 وأيضا استهداف مستويات 36 وشرط تحقق السيناريو الصاعد هو ثبات الأسعار أعلى مستوى 28.30 هللة إذن أخواني الأعزاء 28.30 هللة هو شرط تحقيق السيناريو الصاعد وتحقيق الأهداف التي تم ذكرها سلفا ونلاحظ أيضا من خلال مؤشر الفوليوم هناك إشارات إيجابية تدعم استئناف الاتجاه الصاعد لسهم نماء إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى سهم آخر وهو سهم اسمنت السعودية ونلاحظ أن السهم لا يزال يتداول في ظل قناة رئيسية صاعدة يتداول أعلى المتوسط المتحرك ويتداول بالقرب من مناطق تعوم قوية جدا وأيضا مؤشر التذبذب بالستوكستيك بدأ يحاول بالسير بشكل عرضي ويتقاطع بشكل إيجابي بالقرب من مستويات الخمسين إذن أخواني الأعزاء من الممكن أن نشاهد بعض من التصحيحات بالقرب من مستويات 56.65 والقرب من دعم القناة الرئيسية الصاعدة والمتوسط المتحرك وثم أن يستأنف الأسعار مجددا للصعود واستهداف مستويات 58.50 ومستويات 60 خلال التداولات اليومية ويلغى السيناريو الصاعد في حال تمكنت الأسعار من الهبوط وكسر مستويات 55 إذن حاليا على التداول الأسبوعي مفتاح التداول هو مستوى 56.65 الثبات أعلىها يمد السعر بالدافع الإيجابي واستيناف الصعود تحقيق الأهداف الذي تنتهي خلال الأسبوع بمستويات 60 ريال أما كسر مستوى 56.65 قد يدخل الأسام في موجة تصحيحية هابطة وقد يدخله في محاولة تغيير الميل الصاعد وتغيير الاتجاه واستهداف مستويات 55.52 خلال التداولات متوسطة الأجل إذن أخواني العزاء ننتقل ختاما إلى تحليل سهم المراكز ونلاحظ أخواني العزاء أن سهم المراكز لا يزال يتداول في ظل قناة رئيسية صاعدة يتداول بالقرب من عدة دعوم أهمها الدعم الماثل عند مستوى 26.40 وأيضا الدعم المتحرك وهو المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم إذن أخواني العزاء في حال تمكنت الأسعار من الثبات أعلى مستويات 26.40 هللة والثبات أعلى فمن الممكن أن نشاهد عودة مرتقبة للأسعار في سهم المراكز لاستهداف مستويات 27.17 هللة وأيضا استئناف الصعود واستهداف مستويات 28 خلال التداولات الأسبوعية للأسبوع الحالي أما في حال أن الأسعار تمكنت من التداول دون مستويات 26.40 وتمكنت من الثبات أسفل هذا المستوى ونجحت بكسر المتوسط المتحرك ودعم القناة الرئيسية الصاعدة قد نشاهد تكوين ميل هابط فرعي ومحاولة لتغيير الاتجاه قد تكون أهدافها الأولية تصل عند مستويات 25.30 وتنتهي خلال التداولات الأسبوعية بالقرب من مستويات 24 ريال إذن أخواني العزاء هذا هو السيناريو المتوقع فنيا لسهم المراكز حيث أن مفتاح التداول لهذا السهم هو مستوى الدعم الماثل عند 26.40 نتابع هذا الدعم بحذر شديد وترقب ومن خلاله نتوقع الحركة القادمة للأسبوع الحالي لسهم المراكز إذن أخواني العزاء إلى هنا ونكون قد انتهينا من فقرة التحليل الفني الأسبوعية لأسهم السوق السعودي أشكر لكم حسن المتابعة وتقبلوا مني أنا محمد قيس أبطيب التحيات وفي أمان الله اشتركوا في القناة